اشتركوا في القناة المشاركين في المؤتمر الصحفي أن الأمانة العامة لجائزة خليفة تربوية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قد أعلنت عن انطلاق الدورة الجديدة من الجائزة على مستوى الوطن العربي على أن تنتهي فترة الترشح للمشاركة في التاسع عشر من شهر يناير المقبل وذلك في العديد من المجالات من بينها التعليم العام فئة المعلم المبدع والبحوث التربوية العامة والبحوث التربوية الإجرائية والتعليم العالي والتأليف التربوي للطفل والإعلام الجديد والتعليم والمشروعات والبرامج التربوية المبتكرة والإبداع في تدريس اللغة العربية فئة الأستاذ الجامعي فئة المعلم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم تم عقد مؤتمر صحفي خاص بجائزة خليفة التربوية طبعا وهذا جزء من الخطة العلامية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم من خلال المكتب التنسيقي الخاص بجائزة خليفة التربوية في مملكة البحرين للترويج للجائزة ونشر ثقافة جائزة خليفة التربوية داخل الأوساط المعنية داخل مملكة البحرين سواء في الجانب التربوي أو في الجانب البحث العلمي وفي الجانب التأليف طبعا سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي حرص بشكل كبير جدا على أن يكون هناك مكتب تنسيقي للجائزة في وزارة التربية والتعليم كما يعني حرص سعادته أيضا على أن تشارك وزارة التربية والتعليم من خلال المكتب التنسيقي في مؤتمر جائزة خليفة التربوية الذي انعقد قبل تقريبا أسبوع من الآن وأيضا هناك توجيهات من سعادة الوزير بأن يشمل إعلان عن الجائزة أكبر شريحة ممكن سواء كانت من القطاعات التابعة على وزارة التربية والتعليم على مستوى التعليم العام وأيضا عن مستوى التعليم العالي أو حتى القطاعات الأخرى في القطاع الخاص وبالتالي فإن الخطة الموضوعة في هذا الجانب تأتي بدعم كبير جدا من سعادة وزير التربية والتعليم وفي الأيام القادمة سيكون هناك كما أشرنا أيضا في المؤتمر الصحفي عمل ورشة أو اجتماع لجميع الراغبين في المشاركة في هذه الجائزة وسوف يتم موافاة وسائل الإعلام بشكل مستمر عن كل مستجدات تتعلق بجائزة خليفة التربوية